السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعين الكرام كنت من نمو الله كل شيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة كما كتشوفوا احنا الان كنت واجدوا باحد دواوير بمدينة تمارا وغادي نظروا على الملف دي القاطيني دور الصافيح لكن دلمرة من نوع خاص ربما كنا نشرنا لواحد الفيديو قبل ساعة من الان للواحد العائلة اللي وقعت لها الواقعة وكانت منها وكانت منهم اللي يكون شي تدخل في القارب العاجل لانه صار حسنة شي يذمي القلب أنتوما كتشوفوا احنا في الزنقة مشاعلين عوي فيها كندفعوا عليها ربما دلناس واشا يبقوا تلل وحداتة الجوش تلل 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 ربعات الصباح ربما يبقوا تلل ستولى السبعة الصباح كل شي ممكن علاش لانه حوي جاتهم كلهم في الزنقة واجون شوفوا بالضبط شنوا واقع كما تشوفوا هنا كنشوفوا أديرة اللاجة أديرة اللاجة كين هنا ودور الممائن كلهم هنا في الزنقة كنظل بلاصة لكم معرف شو كنت منهم لاد البلاصة من يشوفوا الناس دل الممائن ودلحووج ميجوش لنا واحد الفئة هنا لأنها تنشع الله راموا مراقب الحووجة هنا كما كنتشوفوا الحووجة ديال الناس في الليل هنا في الزنقة ما تشوف خاطر كنطلبوا الله السلامة حووجاتهم المريو ديال هوم ومعناتهم ماكينة الصاب والفريق وكل شي هنا يا الناس اللي ريبوا ومتاتلوا السلطة ومشاهم على الأمور كيف تشجات أنتوا ما كنتشوفوا البلاصة بالضبط فين هنا كانت عملية الهدم هنا كانت عملية الهدم وده بغد الرجوع باش ناخدوا بعض توضيحات بعض التوضيحات احنا الآن كنتو واجدوا في دوار أهل الحارت غلنا ناخدوا بعض التوضيحات دابة بقاوا معنا بقاوا معنا الرجوع جيت العافية يا ربي السلام السلام عليكم السلام عليكم قولي لي أخشير رسالة اللي بغتي توجهي أنا قالوا لي ياريه بدا بانا ريبت وأنا كل شي بشاب حالات وأنا بقيت أنا في ويجاتي في الصمرة في الليل بقيت قال ساب واحد تشي واحد مشي معايا وهم قالوا لي ياريه بنا ما عندي مندير ما غنغلبش السلطة كل شي قالوا لي ياريه بانا ريبت ما هو الرسالة اللي بغتي توجهي لهم كنت توجهي لهم يديروا معي حال تعطيبني سالوتي ما عندي ما قد كلم داشر عاجب ولدك دافع الشيكاية كنظم دافع الشيكاية بوحده تكن بوحده بعيد مني مشي معايا ما كي يقول عندي متى شرب عندي عزل بوحده سنين هادي فعمره ثلاثين سنة ثلاثين سنة ما عندي ما ندير لي يعني انتي بغيتش تاخدي الساروديالك ولدك رغي بقى من صحاب الشيكايات إلا كان غادي استافد رغي يستافد مع صحاب الشيكايات ما كانش غا يستافد رغي يستافد السلطة كيرجع ليها الأمر هاديك سيلي كاي يعني انتو مخصكم تاخدوا الساروديالك وما تبقاوش في الزنقه يعني انا عندي جوجولاد وابنتي وامهم واباهم فرغي يبرقوا ما تشيلي عندي دابا كنشوفوا ان الاب مشى الخدمة الاب خدام ع الساس الاب مشى خدام والبنت شاد خدام انا بقيت بوحدة عندك ويش وانتي دابا بوحدة كناية مع الحويجات كانت منا وكانت منا ومن الله ان السلطة المحلية مدينة تمارة يكونش يتدخل في حق هذه الأسرة هذه لأنه صراحة كيف ما كان الحال حتى واحد ما غير يبغي يشوف الأم دي لفضل وضع هذا كيف ما كان الحال تشي واحد ما غير يتقبل لأنه واحد المرأة اللي كبرات وقرات وتقاتلات على الوقت باش واحد النهار تهية تدير علاش ترجع وتشوف راسه في واحد الموضع اللي هو مزيان معاناة دير السنين معاناة دير السنين في البراكة وفي الأخر تلقى راسك في هذا الموقف هذا ما تبغي يلتشي واحد ما تبغي يش لعدوك كانت منا من الله انه تكون شي طريقة أخرى يكون الحل بديل لأسرة هذه وكانت منهم الله ان يكون تدخل غدا ان شاء الله لأنه تا واحد ما غير يتقبل حويجاته يبقى مليو حينها كده بات طريقة هذي وتا واحد ما غير يتقبل في الجيران أنه هاد المرأة يبقى حويجاته تمشتين هنا ويا في الزنقة السباب المباشر كان ضمن وأن الولد عنده البراكة جنب البراكة ديال الباب ولكن عنده بابه بوحده دافع الشيكاية أدنى سريبه كان ظن ما فيها باس يتسلموا المفتاح ديالهم ولولدي لك أنك يستحق الاستفادارة غي يستافد مع أصحاب الشيكاية ما كانش غي يستحق الاستفادارة لإجراءات راباينة فكنت مننا وكنت منهم اللي يدر الله شي تاولد الخير شي كلمة آخيرة كنت مننا أنا مني منهم ومع الله والمالك هذا شي لك أطلب اللي بغاوها يديروها معايا أنا أطلبت منهم غي ساروتي يعطيهوني غي ساروتيك حاجة مهرفة لهم منها قالوا يتريبا نارية الخلاص مخلصة لإجراءات ديال كمقاددين كل شي مخلصة